أتكلم شكل عام على الأندية فضل يوم حطت يدي على رأسي و أخوي فيصل كذلك شي طبيعي جدا لأنني أنا أعرف أنه الهيئة و المؤسسة الرياضية ما وقفت على الاتحاد و تركت الاتحاد يغرق كان كل دين أو كل قضية تظهر من ضمن الديون اللي كانت السابقة يتم سدادها صح لكن هذا معناه أنه في جعبة القضايا المفاجئة شيء كثير يظهر أشياء كثيرة الرغم ما ينقص يا ناس الرغم ما ينقص ما كان يظهر لا لا تكلم بعد ما ظهر بعد ما ظهر الرغم ما ينقص معناه أن هناك قضايا كبيرة جدا الاتحاد بالنسبة لي الاتحاد رقميا حال خاصة و أكثر نادي طرح سيكون علي تسليط الضوء قانونا و نظاما هو نادي الاتحاد و مذكور هذا الشيء الأمر الآخر الهلال يعني كما نفترض أنه كذلك أني حطيدي على رأسي يعني الرقم لما تقول مئة و خمسة عشر مليون هذا رقم فلكي بالنسبة للهلال ما سمعته كذا يعني متما أذكروا لأخوان أنه الصندوق الأسود يعني وجده سامي الجابر أنا متأكد أنه الرقم هذا لو كان يعني مموجود شخص مثل سامي ما حد يتكلم عنه ما حد يتكلم عنه أرجع و أقول لك إذا أنتم خايفين على الهلال في الرخصة الأسيوية أنا من وجهة نظري بحسب قراتي للمشهد المؤسسة الرياضية متمثلة في معالي الأستاذ تركيا للشيخ لن يترك نادي كالهلال الأفضل مشاركة والأكثر يعني والأكثر جماهرية لن ما أعتقد أنه سيترك و ستعالج هذه القضية خاصة وأنه بوجود سامي الجابر الشخص المكلف من الهيئة لن يترك الهلال ولكن على جمهوره هلال و على الجميع أن يعي أن هذه الأرقام هي الحقيقية ليست الأرقام المغيبة سواء هلال اتحاد شباب أهلي الأهلي كذلك عندك مشكلة الآن عندك الهلال والأهلي ترى لازم نفهم أن نوعيتهم يعني كم يعني كم وصرفات فريق كرة القدم شهريا أعتقد كم وصل 11 مليون في الأهلي أو زي كذا كانت رواتب أعلى رواتب على ذكر أي في الأهلي الآن خفضت إلى 9 ما بعد إلى الآن أنت تتكلم في سقف ضخم جدا كبير مبلغ صحيح و رفيع يعني طبيعي جدا ترتفع هذه الأرقام بسرعة لأنه لم يكن هناك تخطيط للمستقبل أنه أصرف على قد دخلك وهذا اللي صار في الشباب ترى قبل فترة قبل تدخل الهيئة الرياضية و ذكرت أنا في حد البرامج 80 مليون ريال بعد تدخل الهيئة وسداد 20 قضية أصبح الدين قرابة 60 مليون و ما زلت أقول أن هذا الرقم صعب جدا ولن يتم سداد ولو جزء بسيط من دون تدخل الهيئة تحدث عن الشباب لكن هناك نقطة الحسنة الوحيدة في الإحصائية هذه المفجهة و المحبطة لنا صراحة كرياضيين لأن تتحدث عن مليارة يا ناس إيش كان يصير إيش كان يصير فوضى كانت فوضى ما أبغى تتكلم عن كلمة فساد أنا لا أحب أن أقول كلمة فساد بالثاني إلا أن يثبت هذا الشيء أعلن عن رسمية لكن كانت فوضى تدعي للشبهات الكبيرة جدا أنا بالعكس أنا أتمنى كل الأندية يتم حتى الديون المسددة من الإدارات السابقة يتم فحصها وتحويل الهيئة التعاقل للجال المسؤولة يعني فيه ديون مثلا أنت يجتها مداخل وانصرفتها صرفتها ديون على الديون السابقة من اللي تسبب فيها وكيف صارت وهل هي ديون حقيقية أم لا خلنا فيه أشياء كثير ما أود أن أتكلم فيها لأن فيه أشياء ممكن أنا على قراطم يعني ما عندي دليل ولكن أعرف معلومات فيه لعبة طريقة انتقلم كانت غريبة بس خلنا ننصف فريق واحد فقط خلنا ننصف فريق الفيصلي 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 واصل نهاي كاس ملك كان حصار أسود في الدوري عرفت لو لم يشغل النهاي إلا كان وصل لدرعب في آسيا أولمبي بطل نال يا أخوان يعني تحية وتقدير لإدارة هذا النال تحية وتقدير وبيض الله وجه أخي مفاد لأنه أتمنى بغض النظر قاعد يحقق نتائج ميزانية معقولة الحلالي حقق ميزانية ميزانية مهولة بطولات سقطة واحدة سقطة واحدة بالهلال شبال الآن مية ومساعة لا مليش يعني الفيصلي ما فيشك أنه دارة الأستاذ المدلج يعني ما يعني اللي سوتها اللي سوتها مبشي إيجابي لكن ستة مليون أيضا بنشوف أيضا ميزانيتها ميزانية الإدارة الفيصلي هل ميزانية عالية هل ميزانيتها عشرة مليون ينافس ينافس هناك كاس وبطل أولمبي فيما يتعلق في الديون اللي قاعدت